تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حافظه الله ورعى برقية شكر من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة هذا نصها أخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم يطيب لي ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن أبعث إلى جلالتكم بخالص الشكر والتقدير على ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة وهو ما نعهده دائما في زياراتنا لبلدنا الثاني مملكة البحرين الشقيقة وأغتنموا هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن خالص تقديري للمحادثات الإيجابية والمناقشات المثمرة والبناءة التي جرت بيننا في جو من الود والتفاهم وأكدت تقارب الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تأتي عكاسا للعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين بلدين وشعبين الشقيقين وأكدت أيضا أهمية مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق والتعاون بين مصر والبحرين وصولا لما فيه صالح شعبين الشقيقين ولضمان تحقيق التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين وللأمة العربية كافة أخي صاحب الجلالة إنني إذ أكرر خالص تقديري لجلالتكم ولعلاقات الأخوة والمحبة التي تربط شعبين الشقيقين لأتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق وللشعب البحريني الشقيق المزيد من الرقي والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة مع أسمى اعتباري وتقديري الأخوي عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ترجمة نانسي قنقر